انتهى على ما يبدو ما كان يصفه مراقبون بالربيع بين الأحزاب الحاكمة في كردستان العراق لتفجر الأزمة الاقتصادية والخلافات بشأن تقاسم المناصب والثروات خلافات تمخض عنها توقف شبه كامل للعلاقات بين تلك الأحزاب لدرجة تداول الحديث عن إمكانية انفصال سليمانية وحلبشة عن الإدارة في أربيل والانشطار إلى إدارتين ففي مدينة السليمانية أثارت تصريحات مولة باختيار عضو حزب الاتحاد الوطني بشأن ازدياد أعداد الأثرياء والمليونيرات داخل الأحزاب الرئيسة بما فيها حركة التغيير لنحو 300 مليونير أثارت موجة استياء وجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية حيث اعتبرت تصريحات جزءا من تصفية الحساب بين الشخصيات النافذة شمالية العراق على أثر ذلك اتهم علي حم صالح النائب في برلمان كردستان العراق الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه جزء من الفساد وهدر الأموال ومن يمارسون عمليات التهريب على حساب سكان السليمانية مشيرا إلى أن من اعتبرهم بالأعداء هم من يحتلون مع أبنائهم أهم العقارات والأراضي في أفخم المناطق بالمحافظة ويبنون قصورا فخمة فضلا عن إحراق القرى والغابات وحدائق المواطنين محافظ السليمانية هفال أبو بكر دخل بدوره على خط الأزمة محذرا من تصاعد حدة الصراعات السياسية في المدينة وقال إن المرحلة الحالية تكاد تتجه إلى صدامات وعمليات قتل وحملات أمنية أما نائب عن السليمانية سوران عمر فقد أكد أن الوضع الاقتصادي والمالي لمحافظات كردستان العراق سيتدهور هذا العام بسبب عدم إرسال حكومة بغداد أموالا تغطي رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية عدم التوافق وبروز مشكلات لطالما تراكمت منذ عقود بين الأحزاب المتنفذة انعكس سلبا على أوضاع كردستان العراق الذي يوصف بالمنطقة الآمنة نسبيا ومع غياب الوظائف والخدمات وانتشار الفقر تبقى الهجرة إلى خارج العراق خيار الشباب الأكراد فيما يضغط آخرون باتجاه التظاهر والاحتجاج لانتزاع الحقوق